بدأت بوادر حرب عربية صهيونية تلوح في الأفق بعد تسلل جندي مصري إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وقتله لثلاث جنود صهايين لوحده في سابقة خاطرة أهتزلها الكيان الصهيوني ووسط تهليل ومباركة عربية كبيرة من طرف الشعوب العربية التي باركت التحرك السريع التي قام به أحد أبطال الجيش المصري تعد الكيان الصهيوني بالرد إلى في سابقة بدأت تتندر بخاراب الكيان الصهيوني وعودت الحروب العربية الإسرائيلية التي لم تنطف إلى غاية الآن وبدأت حمامها تتحرك من تحت أرجل الصهايين وفي تفاصيل أكثر أعلنت جيش الصهيوني مقتل ثلاث من جنوده في اشتباكات على الحدود المصرية وذلك على يد شرطي مصري وستتساعد التوتر في المنطقة وذلك بعد أسابيع من انطلاق صراع بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة الجهاد وإسرائيل أين توسطت القاهرة في وقفة عبر هدنة قطعها اليوم الجندي المصري للبطل الذي استشهد في معركة القتال بعد اشتباكات موسعى بينه وبين الجنود الصهايين مجايبين انتقدت مواصل التواصل العربية عقب الحادثة النادرة التي وقعت على طول الحدود المصرية الفلسطينية معتبرين ذلك بداية شرارة حرب عربية صهيونية طاحنة ستشريع بزوال الكيان الصهيوني جمعة كانت هذه أخرى التفاصيل الجديدة لنهار اليوم سنوافقكم بمستجدات وأخبار في الأيام القادمة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد